مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 29 من الضغط الخامس الاعداد من 0 إلى 909 نمر إلى التمرين الثالث وحيط بالأزرق أكبر عددين وبالأخضر أصغر عددين إذن نحتاج الأخضر والأزرق الأزرق ندور به على أكبر عدد وبالأخضر أصغر عدد فلاحظوا عندنا 158 603 709 561 845 978 من اللي كان بغيو نقارن أعداد تكون من ثلاثة ديال الأرقام كان قارن أولا المئات كان مشيوه المئات في الأول كان قارن المئات إذا لقنا المئات متساوين كان مشيوه العشارات القنا العشارات متساوين كان مشيوه اللي وحدات إذا أنا قد نبدوه بالمئات نقارن واحد ستة سبعة خمسة تمانية تسعود إذن الأكبر هو تسعمائة وتمانية وسبعون لأنه عنده المئات أكبر تسعمائة وتمانية وسبعون وندوروا عليه في الأزرق بالأخضر أصغر عدد لابعنا نشوفوه وش كل اللي عنده أصغر في المئات واحد ستة سبعة تمانية خمسة إذن عرفته هو مية وتمانية وخمسة مية وتمانية وخمسة التبريل الرابع وحيطوا الإعداد المحصورة بين خمس ومية وعشرة وتمان ومية وتلاتة ما معنى المحصورة ما بين خمسمية وعشرة وتمانية وتلاتين يعني أكبر من خمسمية وعشرة وأصغر من تمانية وتلاتين جاش ما بين خمسمية وعشرة وتمانية وتلاتين فتسعمائة وسبعة وتلاتون فهو أكبر من تمان ومية وتلاتون إذن ما جاش ما بين خمسمية وعشرة وتمانية وتلاتين مية وتلاتون أصغر عدداني من خمسمية وعشرة إذن ما يجيش ما بين 510 و 830 768 كاللحظه فهو أكبر من 510 وأصغر من 830 ندور عليه 504 504 أصغر من 510 إذن ما يجيش بنتهم 612 كاللحظه أكبر من 510 وأصغر من 830 إذن سيجي بنتهم 498 فهو كما كاللحظه أصغر من 510 إذن ما غديش يجي محصور ما بين العددين خامسا أضع الرمز المناسب عندنا أكبر أو أصغر مكان النقط إذن 505 124 إذا بغيت حبسوا الفيديو غايت ديروا الطريقة اللي قلناك نقرنوا بها عددين كي تكونوا مثل تدي الأرقام كنشوفوا أولاً المئات كان قارنوا المئات لقينا المئات منتساوين كان نمشيوا للعشرات لقينا العشرات منتساوين كان نمشيوا للوحدات إذن غادي نبدو بالمئات خمسة مع واحد شكون كبر؟ خمسة ودائماً العدد اللي كبير كنا نرجع له الرمز كما هكا ثم ثلاثة ستة ستة أكبر نديروا الرمز كما هكا فقلنا هذا الرمز هذا هو واحد تمساح فالتمساح دائماً يفضل الفريسة اللي هي كبيرة فكشي باش كنردل وجهه الجهة دي للعدد الكبير ثم هاد العدد هذا كيتكون من رقمين وهذا ثلاثة دي للأرقام إذن اللي عنده ثلاثة دي للأرقام هو الأكبر فقش كنردل رقم برقم اللي يكونون متساوياً في الأرقام لكن هذا جهد الرقم وهذا ثلاثة إذن اللي في ثلاثة هو الأكبر هاد عندهم ثلاثة ثلاثة إذن غادي نشوفو المئات تسعة ثلاثة إذن تسعة أكبر تسعة مئة وتمانية وعشرون أكبر من ثلاثة مئة وأربعة التمرين السادس أكتبوا الأعداد مرتبة زايدية يعني أنا غادي وأنا كنزيل ربطوا معي البال تزايدية اللي كنسمعو تزايدية تزايدية يعني أنا غادي وأنا كنطلع أنا غادي وأنا كنطلع فبتلك نبدأ من الأصغر الأكبر إذن من الأصغار إلى الأكبر من الأصغر إلى الأكبر ومن اللي كنسمعو تناقصيا 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 أنا غادي وأنا كننقص أنا غادي وأنا كننقص بمعنى كنبدأ من الأكبر أنا غادي وأنا كننقص يعني من الأكبر إلى الأصغر العكس لكن ده باش مع مرة نسوا تزايدية أنا غادي وأنا كنزيد تناقصيا أنا غادي وأنا كننقص يعني أنا غادي وأنا كننقص من الكبير تل الصغير ده بغادي نزول هنا يا فقالونا تزايدية يعني من الأصغر إلى الأكبر من الأصغر إلى الأكبر لاحظوا عندنا 485 300 147 450 284 315 كلهم كيتكونوا من 3 ديال الأرقام دبا غادي نقارنوا المئات 4 3 1 4 3 أصغر رقم ديال المئات هو 1 إذن 1 إذن 147 هو الأصغر من بين هذا الأعداد ونكتبوه هنا 147 مئتان ثم 147 غادي نمشي ودبا الجوج 4 3 4 جوج إذن هذا هو اللي تبعه عنده فرقم المئات جوج مئتان واربعة وثمانون دبا غادي نشوفو ديال المئات اللي عندهم الرقم 3 1 هذا 3 وهذا 3 إذن متساوين في المئات ديال المئات هو 10 0 1 إذن 300 أصغر من 315 315 ثم اللي عندهم ربعة و1 جوج 3 دبا نمشي ودبا العشرة 8 5 0 إذن 0 400 تابعه 5 450 ثم أكبره 485 بالطريقة نحدده أكبر عدد أو لا أصغر عدد لكن المطلوب هنا نرتبه تزايدين يعني من الأصغر إلى الأكبر 147 أصغر من 200 و200 أصغر من 200 وأربعة وثمانون 200 وأربعة وثمانون أصغر من 300 أصغر من 315 أصغر من 400 أصغر من 450 أصغر من 415 سوى ثمانون وهو الأكبر التمرين السابع أكتبه على كل نفاختي العدد المناسب مما يلي فعندنا النفاخة هذه سنكتبه فيها العدد المحصور ما بين 270 و320 ما معناه محصور ما بين 270 و320 يعني أكبر من 270 وأصغر من 320 فقد نشوفوش كل أكبر من 270 وأصغر من 320 ف338 فهو أكبر من 320 إذن ما غادش يدخل ما بين العددين 447 كذلك أكبر من 320 293 فهو أصغر من 320 وأكبر من 270 ويجي هنا 2 ثاني ثلاثة وتسعة ثم ما بين 320 و370 في نفس الطريقة يعني أكبر من 320 وأصغر من 370 38 فهو أكبر من 320 أكبر من 320 وأصغر من 370 إذن هو اللي غاد يجي ما بين 320 و370 و370 و330 ثم ما بين 370 و420 عندنا 447 فهو أكبر من 420 إذن ما غادش يجي ما بين العددين 400 وجوج إذن 400 وجوج أصغر من 420 وأكبر من 370 إذن 400 وجوج 447 447 447 فهو أكبر من 420 وأصغر من 470 التمرين التمرين الثامن ولاحظوا أكتبوا على البطاقات الأعداد التالية لاحظوا 500 ثم 600 800 900 إذن سوف نرى الأعداد المحصور بين 500 و600 500 600 أكبر من 500 وأصغر من 600 إذن سوف لدينا 500 يوجد هذا العدد هذا العدد وهذا العدد سوف نقارن هم سوف نضع الأصغر فيهم ثم يتابع ثم يتابع 590 539 560 560 عندهم 100 متساوي نمش العشرات 9 3 6 أصغرهم هو 539 عندهم العشر 3 539 تابع 569 تابع 590 ده سوف نرى ما لدينا 600 100% أو 700 لأن الأعداد المحصرة ما بين 600 و800 إذن 600 وكذلك 700 فعندنا 745 705 601 610 ثم سوف نرى أصغر هذه الأعداد الأصغر من بين هذا الأعداد هو الذي عنده رقم صغر صغر فيهم هو 601 تابع 610 ثم نجيو نجيو 700 745 705 المئة تساوي 10 4 إذن 700 و 5 بعده 700 و 45 ثم ما بين 800 900 نجيو 800 و 900 800 900 يعني الأعداد الكبر من 800 وأصغر من 900 فبتالي رقم المئة دير هذا الأعداد 800 800 800 831 813 إذا سنقر المئة متساوية 10 1 3 إذن أصغر العدادين هو 813 بعده 831 590 كنا كتبناه في الأول ثم 900 بعده 901 و نكون قدر تبنى هذه الأعداد بهالطريقة هذه وبهذا ننهي تمارين صفحة 29 أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي يظاهرة أمامكم في البليلست نلتقي في الصفحة 30 إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر